زي ما انتم شايفين الناس فعلا طلبتهم بسيطة جدا بس اللي يسمع بقى ويفهم وينفذ او يكون عنده حتى استعداد انه ينفذ طب وبما ان الناس دي كمان كلها تعبانة تعالوا نروح نشوف الشباب البسيط اللي مستسلم للبطالة اللي عايش في كرب اللي حاسس ان الحكومة مستمع كلامه ومستنيها انها تعينه وتوظفه وقرر انه هو يبدأ مشواره بنفسه وهي بسمة امل تعالوا نشوف الشباب حيقولوا ايه في هذا التقرير عن مشاكل شباب الخرجين ومعاناتهم في مشاريعهم الصغيرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دعوا الفنادي وعندي فرشة هنا الشارع زي ما انت شايفة حضرتك بلدية طبعا من السيبانة وهي حد طبعا يتمنى اللي هو يشتغل ايه شغلانا لشغلانته سانسا حقوق بسم متخرج 2011 وزي ما انت شايفك كده انا ماليتش الشغل بقالي 3-4 سنين ووقف مع اخويا في فرشة جزم وبوت وحاجات اطفالي وحريمي برد وكان نفسي الاقي وظيفة برضو اشتغل بقى في المجال بتاعي بس ماليتش انا كان نفسي بعد مخلص تعليمي الاقي الوظيفة المناسبلية بس الاسف ماليتش اضطريت اللي انا ابدأ في الشارع كشغلانا سهلة تمام بس بيواجهنا مشاكل برضو كناس في الشارع بلدية حكومة وهم مش عاوزين يحلوا معانا انا صارف كتير اول حد ما خدت بكاريستيقى راضعة فين بقى الشغل بتاعي فالاخر واقفين في الشارع مفيش اي حاجة بنعمله مفيش شغل اضافا مش عاوز حتى لو رحتي فاية حتى مش عاوزة لازم كورسوت ولازم حاجة تانى فشغل في المحادات معاوزات مش عاوزة مفيش اي حاجة بلدية خريج ألسون دويتش بقى لي تلات سنين وشغال حاليا نواقي في محل بلاي ستيشن بالليل وبالنهار شغال في العمل زفا وتجميل وكل ده مروش علاقة بالاتشاة التخارج بتاعتي ولا التخصص بتاعي لان انا اصلا مكان نفسي لان انا اشتغل حاجة في الدويتش عاوزة ده اللي درست ده مروش تاسمي خالص ان لو انا كنت طيعت سنين من عمري ولا اليوم اي لازم قدت ما تستمجل اصلا ما اصلا ما تعلمت الشغل مثلا كتخصص بتاعه طوال تدرب مع محامي فترة وما فيش فلوس حتى اللي لاتي ملو يدورك تعبان مش هو اللي مش مش ده اللي يدخل انت عايزه مش ده اللي انت عادت مثلا اربع سنين من يتبهد في الجامعة عشان في الاخر كده شغل اي كلام فبتطر بنا تسيب المجال ده كله وتخش بقى في مجال تاني اصلا انت بتعرفش فيها كان نفسي ان انا لما اتخرج الاقي وظيفة بحيث ان انا لما خلف ابص الاقي ان ابني عنده حاجة يتسند عليها في معاش كده بس الكلام ده مش موجود كل ما بقدم في اي شغلانا كوظيفة حكومية ابناء العملين بس او اللي ليه عمه شغال اللي ليه خاله شغال شغل وصايت يعني انا مش ليه مكان اتوظف فيه انا كشاب بشتكي من كل حاجة من كل حاجة حتى من نظرة الناس المفروض اشتغل في قسم ديكور او فنون جميلة بس برضو ما لقيتش الكلام ده وفتح من مشروع ممكن يتشال في اي وقت حابتش بيشتغل انه بيتخرج ويشتغل على طول او صعب ان يلاقي شغلي بعد ما يتخرج على طول كمام ويا ما قدمت قدمت في شغل كتير قوي بس ما لقيتش او ما فيش الحظ او مش عارف الدنيا مشاش زي في البلد وقفين في الشارع بنتمرمط ونتبهدل وبنتشتم البلدية بتجري ورانا اكتر مما بتجري الحكومة وراء تجار مخدرات الايه بنش عارف فينا ولا الايه في النظام اللي احنا فيه ولا الايه في ايه حتى دول يا حكومة ما رحمتهمش هو انتي لا ترحمي ولا تسيب رحمة ربنا تنزل حزب الله لعمل وكير